يقول يا أخت ومرأة سبعة وخمسين سنة أرملة تريد زواجتها أخذ معاش زوجيها وهولدها هل الزواج العرفي على يد محامي؟ يعني اختصار السؤال أنها تريد أن تتزوج ولها معاش لها معاش من زوجيها الأول فلا تريد أن تفقد هذا المعاش فتريد أن تتزوج عرفي دون أن تسجل هذا الزواج عند الحكومة حتى يبقى لها معاش زوجيها هذا لا يجوز لكن الزواج سيصح الزواج سيصح إذا كان بولي وشهود وصداق وموافقات لكن فيه غش للدولة وقد يكون فيه ظلم لأن المعاش الزوجي إذا لم تأخذه ستبحث الدولة عن مستحق للمعاش بعدها فمن ثم قد تحرم هذه وأيضا قصة الميراس الزواج العرفي الذي ليس بموثق لا يثبت لك حقا عند الدولة في استحقاق الإرث لا أنت ولا الزوج وبالله تعالى التوفيق ترجمة نانسي قنقر